اهلا وسهلا بيكو اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا حكايات الناس ونرحب الاول بزميلتي اسماء غزالة اهلا وسهلا بيكو اهلا بيكو كل واحد مننا عنده حكاية النهاردة هنحكي حكاية نجاح وطموح شخصيتنا النهاردة قدرت انها تنجح في عالم المال والاعمال وعالم السياسة نجحت في الاتنين مع بعض عارفة هدفها عارفة طموحها وقدرت توصل لأهدافها ويدوت بالكفاح وبالمجهود الكبير لدرجة انهم سموها المرأة الحديدية طبعا احنا بنحب نسمع حكايات المجاح لانها بتدينا امل بتدينا تفاؤل ومنتعلم منها حاجة مفيدة طبعا شخصيتنا النهاردة قدرت توصل لهدفها وقدرت انها تخدم أهلها وتخدم بلدها وأهل بلدها النهاردة مع ضيفة البرنامج الاستاذة مها الشريف اهلا وسهلا بحضرتك سيدة مها الشريف حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تريد ونائب رئيس حزب الغد للعلاقات المصرية والدولية اهلا بحضرتك في البرنامج اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منورة حضرتك الله يخلي مرسيه اسماء هاني مرسيه ناس هاني حضرتك احنا عاوزين نعرف بقى حضرتك يعني جمع بين النجاح بين الأعمال والأعمال والبيزنس والسياسة احنا عاوزين نعرف بقى مين مها الشريف وبدأت ازاي وازاي يعني انها يعني كامرأة انها يعني عملت عملت توافق ما بينها ما بين المال والأعمال وما بين السياسة طبعا انا بصبح على السيدة المشاهدين ودي فرصة ان احنا بنانا شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي وابنانا شهداء الوطن في كل مجال سواء الجيش الأبيض الموجود او ولدنا على الحدود وولدنا داخل البلد ابناء الشرطة وابناء الجيش المصري طبعا بصي هي دايما اي رحلة بتبدأ لازم بيكون اللي بيبدأها يحط نفسه ببعض الأهداف فلما تكوني انت شايفة ان الحياة اللي حواليك كل الناس اللي حواليك نكحين وانت تولدتي فعيلة عندها مشكلة قوي في قصة النجاح يعني هي الليلة بتاعتنا هي عشقة لنجاح عموما شفت ده في والديتي وشفت ده في أبويا فمنو انا صغيرة خالص يعني لقيت هلت بتكمل مسيرة النجاح بكامل لا لاني لان هي صدقيني كل حاجة بتبقى نبع من الأسرة الأولى لو انت عندك أسرة جيدة هي بتديكي الطاقة ده وبتديكي في نفس الوقت هم البور ازاي انت تستخدمي الأليات اللي عندك وده اللي انا قدرت أعمله ان انا قدرت أستخدم الأليات اللي موجودة داخل المجتمع اللي حوالي فكانت كل حاجة ليها مرحلتها مرحلة الأولانية خلصت الحياة العملية وبعد كده الحياة الدراسية ودخلنا بقى الحياة العملية فانا فضلت مجال التجارة والتورديات والحمد لله يعني رغم الأزمات اللي قابلتنا في 2011 بس تخطناه بسرعة لان انت دايما لازم تدوري على الأليات اللي موجودة في المجتمع او في السوق اللي انت شغالة فيه فلو انت قدرت تتحدسي طول الوقت تعملي أو ديت للشغل بتاعك بقى انت بتحافظي على مكانتك داخل المجتمع لكن بالنسبة للوضع السياسي بالنسبة للوضع السياسي احنا انا ازو عرف ايه اللي حقل حررت تدخلي في السياسة في مجال السياسة يعني هل ده مثلا لخدمة المواطنين قابل الخدمة تبصي لما عشان تنجحي في حاجة لازم تكوني حباها انا حبيت المجال السياسي من والدتي والدتي كانت ست ليها وضع سياسي وهي كانت ست نقيبة المعلمين وكان ليها وضع في وزارة التربية والتعليم الكويس وجايد وهي مربية فقدرت انها تزرع فينا حب البلد فانت عشان بتحب البلدك هتخدميها ازاي فكان لازم تشتغل السياسة ما لازم يبقى عندك انت الباب اللي الناس لما تيجي تكلمك في حاجة يبقى انت هتقدر تتخدمي ازاي ماينفعش وده اللي بقوله المرأة المصرية لازم يبقى انت عندك دور سياسة عشان تقدري تخدمي بيه قصرتك والمجتمع اللي انت فيها حضرتك بتخدمي البلد ده دورك في خدمة البلد ازاي بقى بصي اولا انا مشاركتي لازم المرأة علشان تقدر تخدم بلدها ودنيتها لازم يبقى عندها دور سياسي في المجتمع بتاعها فانا اخترت الاول كانت دور السياسي بتاعي كان في الحزب الوطني دوت طبعا انا خدت فترة كبيرة جدا داخل الحزب الوطني ودرت حق نجحات وبرضو درت في المجتمع اللي انا دخلت انتخابات محليات في الفين واثنين دي كان محليات والحمد لله اكتسحت المحليات ودرت ان انا في منظومة بتاعة المحليات اتعلمت حاجة كتير ازاي الادارة المحلية ليها دور في الشارع ازاي ليها دور في خدمة المواطن ازاي هي بتقدر تتفاعل اقرب للمواطن من البرلمان دور الأحزاب في ازمة كورونا دي ازاي دور الأحزاب في ازمة الكورونا افتكر ان دي كانت فرصة جيدة جدا ان الاحزاب تثبت للدولة المصرية وانها موجودة بجانب المجتمع المدني فكان الدور مش جيده بس لا احنا شفنا الاحزاب المصرية كلها قدرت انها تتواصل مع الشارع سواء بقى بحملات للتوعية بحملات الدعم بحملات بصي كان منظومة حلوة جدا وما زلنا شغالين عليها وانا اعتبرت ان ازمة الكورونا افرزت للمجتمع المصري مش الاحزاب السياسية او المجتمع المدني بس لا طلعت لنا الجيش الابيض قدر المواطن المصري يعرف مدى اهمية الجيش الابيض اللي موجود عندنا داخل المستشفيات وداخل يعني عارف حتى المستوصف الصغير قده دور الوحدة الصحية الصغيرة قده دور وزالة تؤدي وانا من هنا بشكر رئيس عبدالفتاح السيسي لانه هو اللي اعطى الفرصة الاولى للجيش الابيض انه يظهر لنا في حاملة 100 مليون صحة ده احنا شفنا ده كل دي كانت البداية دي كانت البداية ودي برضو دور جيد للدكاترة والممرضات انهم يتواصلوا اكتر وينزلوا الشارع ويقدروا يوصلوا لكل المواطنين فلما ظهرت ازمة الكورونا احنا طبعا ما ننكرش الدول اللي قايمة بيه وزارة الصحة والسيدة الوزيرة هالة زايد انا بشكرها على الدعم الجيد لرجالها وسيداتها داخل الوزارة وعلى الدعم اللي قديته للدولة المصرية في رحلتها للصين ورحلتها لإيطاليا يعني موضوع موضوع ان الازمة دي انا شايفة ان الازمة دي اظهرت ايجابيات كتير جدا داخل المجتمع المصري ايجابيات انت تقدر تقولي عليها هو ده المعدن الحقيقي للمصريين هي كمان مش ازمة مفتعلة دي ازمة عالمية ازمة عالمية وتخياري لما يكون ازمة عالمية ومصر تقدر تتصدى لها بهذه الكوة وبهذا النجاح دولة كبيرة ايه يا خاطر تكفل للوقت اللي بيحصل في وسط الازمة العالمية وفي وسط الازمة اللي احنا بنمر به ها دلوقتي وكله طبعا قاعد في البيت وكله تلوقتي طبعا يعني بيعاني من الازمة دي كلنا بنعاني منها لكن احنا كلنا بالزبط كلنا في ايد واحدة ومع ذلك يحصل عمليات ارهابية واحنا يعني يعني بننتهز الفرصة نحنا نعزي اهل النقيب محمد فوزي محمد فوزي واهل ده منهول واهل مصر كلنا وفي استشهاد احد ابناء ابنائها الكرام الابرار ويعني احنا ايه يعني بصراحة اسفين على اللي بيحصل انه هما بيستغلوا الوقت ده في انه هما بيعملوا حاجات ارهابية ويقتلوا او ابنائنا دكتورة الناس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة التاريخ السابق لجماعة الاخوان المسلمين او جماعة الشر او جماعة الشيطان كما يطلق عليها المصريين هو ده اللي بتعمله دائما بتدور على وقت الازمة عشان تصعب ازمة جديدة او علشان تحول المجتمع المصري لحزن شوفي تاريخ جماعة الاخوان المسلمين دائما يدوروا على التاريخ الجايب بالنسبة للمصريين او الاماكن اللي فيها احتفالات او التواريخ اللي فيها احتفالات عشان يقلبوها حسن وانت شوفت في 6 اكتوبر لما حولوه بدل من انتصاروا بهجة حولوه استشهاد السيد الرئيس محمد انمر صديق فانت بتتخيالي هما بيهجموا الرئيس عبد الفتا حسيسي زي انت شايفة قد ايه هما بيحولوا الدنيا لهجوم لكن بيتصد مين اللي تصد اليوم قرئيس عبد الفتا حسيسي طيب اقول لي حضيرك حاجة دلوقتي كمان بيهجمونا بايه بالتلفيق الاكاذيب يقولك ايه ان وزارة الصحة مش بتقول الارقام الحقيقية مع ان وزارة الصحة بتعزل اقصى جهودها وبرئاسي السيد الرئيسي السيسي ناس بتحاول تهدم وطنك وشعبك وبلدك وكل حاجة كويسة عندك تخيالي الدولة دي لو ما كانش في 30 يونيا تصد اليوم قرئيس عبد الفتا حسيسي كان ايه الموقف وحضرتك احنا دلوقتي احنا كمان بنواجه ارهال وكرونا واشعات حرب اشعات لا يا فندم احنا مش بنواجه دول بس احنا بنواجه حرب اقتصادية وحرب اقتصادية دوان الوضع الاقتصادي في دول كتير بدأ ينهار انت النهاردة الرئيس عبد الفتا حسيسي خفض لك سعر المحروقات النهاردة الاسعار في السوبر ماركت والاسعار في الخضروات كل حاجة تقريبا سبتة فيما عادة اللي بيحاول بعض التجار الجشعين ان هما يستغلوا الفرصة وده كان دورنا كاحزاب احنا كحزب الغد نزلنا وبدأنا نتحدث مع بعض التجار اللي ليهم وضع في اماكن كبيرة ده كان دور التوعوي اه ادوار كبيرة فبدأنا انهم ينزلوا سعر الخضروات زي ما هي ما يستغلوش الازمة وقدرنا ان احنا نحطهم في وابع ده دول مهم جدا لحضراتكم اه طبعا ده كان لازم اكبرنا اغلب التجار في بعض الاسواق الكبيرة انها تخفض الاسعار لان البضاعة تحتهم كتات الترمي خلاص الناس بدأت تاخد من التجار المحترمين دور اللي ازاي انت تواعي بيتك واسرتك وتواعي المرأة المصرية ان اتحافظ على قصريتها وعلى ولادها انهم ما يخرجوش وقت الازمة دي وانهم يلتزم المنازل يا جماعة المصريين مش حاسين بقيمة الوطن انت عارفة عام دينا صديق في انجلترا بيوريني فيديو انه هو راح للسوبر ماركت على الساعة 2-3 لقى السوبر ماركت فاضي ليه الناس كلها هجمت عليه وخلت كل البضاعة ومن اش حاجة طبعا لكن هنا في اي وقت بننزل بنجيب حاجتنا كلها متوفرة الناس مش حاسة بكل ده وبعدين بيشتبوا كل الايجابيات دي وكل المجهود اللي عملوا يا فندي دي الاشعاعات احنا عندنا حاجة بنواجهها كنت لسه قولها بعجل ازمة القصادية اللي بيواجهها العالم ومصر قادرة انها تصلب في هذا الموضوع وتتصدى لي الاشعاعات انت عندك 350 اشعاع في اليوم بيصدرها لك الاخواء المسلمين وبتصدرها لبعض المخابرات لبعض الدول يا فندي انت شفتي الدور السيء اللي بتقوم بيه تركيا وقطر شايفت الدور السيء انت في عز الازمة وعز ما كل العالم بيعاني من ازمة عالمية ودولية هي بتحاول تصدر ليك الارهاب سواء عن طريق ليبيا او عن طريق سيناء او عن طريق بواكي عن طريق ولاد الشر اللي عايشين جوا داخل جمهورية مصر العربية بس انت توقعي حاج شعب المصري جيد جدا وشفتي الازمة لحظة استشهاد حمد بيه لان احنا صفوا واحد عارفة لما اتطلب منهم احدش يخرج البلكونات دي على فكرة ساعدت الشرطة كتير على انها تقدر تتصدى لهم بس انا بطلب هنا من الشعب المصري انا يا جماعة الشرطة المصرية محتاجة المسندة والمساعدة والدعم انت لوش حسيت ان في المكان اللي انت فيه او العمارة اللي انت فيه في حاجة مريبة فيه سكان جداد فيه حركة غير عادية لازم تبلغ لازم نكون احنا الجيش المساند للدولة طبعا الدولة ما تقدرش توقف لوعادية وتواجه الازمة دي لوعادية طبعا لازم انا اكون الجيش الوطني المساند اللي انا بقدر اجمع المعلومات واديها للشرطة وانت عندك تليفونات بتاعت وزارة الداخلية تليفونات بتاعت القوات المسلحة والاجهزة المعنية موجودة طول الوقت على على السوشيال ميديا فانت طول الوقت انت لازم تعمل ايه لازم انت توعي الولادك لو انت حسيت ان في حاجة خطر لازم تقول لازم تبادر بدا لان انت لو ما بادرتش بدا ممكن نقع في اخطاء كبيرة جدا ومشاكل كبيرة وانا مش هبقى موجودة ليه عين في كل عمارة الا اذا كانت العمارة هي كلها معايا طبعا وبالنسبة كمان لمشكلة كورونا لغاية دلوقت تخيالي ان احنا ملاقي اماكن مزدحمة ومن الاماكن مزدحمة دي حصلت فعلا مرضى مرضى من كورونا الناس يا جباها مش بصدق مش بصدق ان هما لازم فعلا ان هما يبقوا بعيد عن بعض ان هما منزلوش في وقت واح ميبقاش في اسواق متقدسة دكتورة ايناسي يا مش الناس مش مصدعة الشعب المصري دايما بياخد الازمات بنوع من الدعابة خلي بالك الشعب المصري قربوا قوي من ربنا فبيخليه يحس ان الموضوع لا لا ان شاء الله ربنا هيسترها ان شاء الله هتعدي زمان كتير قوي المصريين بياخدوها بالروح دي سر الحياة عندنا بس احنا عايزين نقول لهم حاجة ما سر الحياة ممكن للدعابة والابتسامة اللي انتو بتقوموا بيها دي تبقى سبب في القضاء على حياتكم في القضاء على الحياة بتاعتكم فانت تعمل ايه انت لازم تتبع ارشادات وزارتي بس احنا عاديين ماشيين بالايه بالاهو ايوه في دواعي حرازية الجولة لازم يمشي عليها طبعا اولا العالم كله حطت كود للفيروس ازاي انت تتعامل معه وازاي تتعامل مع الاخرين في ظل هذه الازمة ياريت نتبع ايه المشكلة وانا شفت المصريين دلوقتي عادوا بيسلموا على بعض بطريقة مختلفة بياخدوا فيها دعابة حتى الناس لما تيجي تقابل بعض تقولوا لا 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 كورونا جميل بس فيه نوع من الشخصيات مش قادرة تستوعب الخطورة قوي فلازم احنا كاعلام هي الازمات برضو بتخلق حاجات فينا برضو كويسة اكيد اه طبعا انا عايز اقولك ان دي قدتنا فرصة ان احنا نتواصل ما احنا قاعدين في البيت بقى نتواصل مع بعض على التليفونات ايوه رجعتنا لحاجة تانية جميلة رجعتنا لحاجة جميلة قوي في البيت الواحد حتى تحس ان انت قاعدة يعني انا عندي وقت اطول قاعد فيه مع ولادي واخادي فكانت دي كانت فرصة كويسة احنا حولنا المحنة لمنحة الحمد لله دي طبيعة المصريين الحمد لله انا عايز اقولك ان احنا شعب قوي اكيد دكتورة اسماء لو ما كانش المصريين بهذه القوة ما كناش وصلنا للاعداد الضئيلة بالنسبة للاعداد اللي وصلت ليها اكبر دول في العالم تخيال الفشل اللي ظهرت فيه دول كبيرة جدا احنا كنا فاكرين انها قوية جدا ما ظهرش القوة بتاعتها بالعكس انا وفوتها بالتفاؤل وفعلا المرأة الحديدية يعني التفاؤل والقوة ودينا امل وعاوزين لنعرف بقى ايه طموحاتك طموحات المرأة في المرحلة القادمة ما بعد كورونا سياسة بوا ما نكلم في السياسة طموحاتك في السياسة بس المرأة المصرية في عهد رئيس عبدالفتاح السيسي قدرت انها توصل لاماكن في الدولة كويسة جدا يعني احنا بقى عندنا كم وزيرة حاجة حاجة حلوة جدا يعني وكلهم مجتهدات يعني هي كمان هي قدرت المرأة المصرية انها تثبت مدى جمالها هي حضرتك كلمة الرئيس المرأة المصرية جميلة يعني هو قال عظيمات مصر يعني هو بيعلي من شأن كل المصريات ودي حاجة جميلة جدا فيه واحنا حبينها جدا جدا أم عظيمات مصر انت ست عظيمة ست قوية ست ليكي روح ليكي وضع انت علمت التاريخ علمت العالم كله ازاي هو يتعامل مع الازمات فانت استفيدي بالمرحلة استفيدي بوجود رئيس عبد الفتاح السيسي بحبه ليكي كل سيادة مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انا بقولك استفيدي بحب الرئيس للمرأة المصرية وقديه هو حنون على المصريين ككل وقديه هو لو مش خايف على الشعب المصري ما كانش هيدي الاحترازيات اللي تمت الفترة اللي فاتت رغم ان ده مدر جدا للاقتصاد هو قالك انا هتحمل الازمة الاقتصادية لكن مش هتحمل اي مشكلة صحية تحصل لشعبي تخيلي انت رئيس بهذا هذيك رئيس يعني كان منزل حملات قبل الموضوع ده كله كان منزل حملات صحة كتير جدا جدا يا هو رئيس خايف على شعبه خايف على كل يعني على كل الكبير والصغير في شعبه فهو يعني بالجمال ده اول حاجة عملها رئيس عبد الفتاح السيسي لما اوقف التعليم ده دليل على المخايف على الاجيال القادمة لان التعليم او المدارس ممكن يبقى سهل جدا انتشار المرض فيها فكان لازم اول خطوة كنا منتظرين وقفت دراسة وقفت دراسة ده كان حاجة قليصة جدا دحولها الى تعليم اونلاين الى احدث جميلة اللي هو موجود في العالم دلوقتي يعني هو هو بياخد الازمة والناس بتطوقع ان احنا دخلين في ازمة هو بياخد ده ويحولوا لنجاح نجاح فعلا نفس القصة انت كانت المرأة المصرية ما بتشاركش خالص نهاية كان حاسب الكنبة ما تنسوش انتو الكلام اللي كان بيزدقال ده المرأة في صورة 30 يونيا خدت الكنبة وقالت ان انزلت عشان هدعم الدولة المصر احنا عاولين نقول بس يا جماعة ما تصدقوش الاكاذيب الاكاذيب اللي بتحاجة ضد مصر مش عاوزين نستبدأ كل الاشعاعات اللي بتحصل عاوزين ايه نبقى احنا صف واحد ما فيش حد يفرقنا مش حد يدخل في الوسط كده ان هو يفرق الصفوف احنا دلوقتي قدام يعني تحديات كبيرة جدا لازم نتحقق من كل شيء كورونا زائد كماني الارهاب وسانا عايزة ولك على حاجة تركيا وليبيا الفترة اللي فاتت دي هي طبعا انتو عارفين انها حطت اتفاقيات مع حكومة غير شرعية في ليبيا وبدأت تعمل انزال الكواب بتاعتها هي وكتر رئيس عفتاح سيس تصدى لهذا ازاي تصدى دبنوماسيا وتصدى عالميا لدرجة قالك دي ليبيا دي دولة انا مقدرش ان انا اسيب دولة شقيقة انها يتم الاستعمار بتاعها بهذا الشكل والتفريقة داخل ابناء وطنها بهذا الشكل شوفي الازمة السورية احنا تصدين فيها ازاي شوفي احنا دعمنا للسودان العامل ازاي احنا شغالين على المستوى الداخلي والمستوى الدولي هو ملم بكل الاحداث ما شاء الله لحد ده رجل مخابرات وما معناه ان هو عنده من المعلومات اللي تخليه ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى اناعم فيها على الشعب المصري خلال العشر سنين اللي فاتوا وجود رئيسة عطفة التحسيسي على فكرة احنا يعني احنا مش بنجمله او بنقول حاجة لان احنا مش مستنين حاجة احنا مش مستنين حاجة من الدولة قد ما احنا بنقول شكرا شكرا لانه هو فعلا اتفرجي على العالم اللي حواليك اتفرجي على المأساة اللي عيش فيها الشعوب شعوب تحدث او طنع دلوقتي بلا وطن حضريةك هو غير خريطة البلد هو كاب نتكلم على البلد هو غير خريطة البلد كل حاجة بقت احسن وعدل السلوكيات وعدل السلوكيات عدل السلوكيات بتعطي المواطن اللي هي كان بتتعامل بلا مبلاه تمام فدلوقتي بقى كل واحد يقول لك لا 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 خلينا كذا خلينا عشان تبقى افضل خليها كذا عشان تبقى اجمل بقى كل واحد بيقدي دوره في مكانه شفتي الوزراء عامليني ازاي دلوقتي تمام ما بيعدوش يعني حضرتك الوزراء والنواب دلوقتي كله بقى بيشتغل كله بقى يشغل وهو ما بيسكتش الحد رئيس الوزراء على الدور اللي قاين بيها على فكرة تمام انا شفته من كام يوم كان بيمر ما بين المصانع رئيس عبدالفتح سيسي بيمر بنفسه في الشوارع اعرف يعني لما رئيس الجمهورية بيخاف على شعبه يعني اللفتة الانسانية اللي كانت مع العمالي جميلة كانت لفتة جميلة انا شا عايزة اقولك كم من الناس اللي كانت على الفيش احنا كان انبهار الناس مش يعني الناس فعلا هو كل يوم رصيدوا من الحب بيزيد تمام رصيدوا من الحب داخل المجتمع المصري والدولي وخفوا على البلد وخفوا على الشعب والمواطنين بين اوي وزهر اوي بصراحة هو مش جمهورية وبس ده انسان يعني رئيس الانسان احنا بنقوله نعمل كأب لهذا الشعب وبيكرم كمان اهالي الشهداء عاوز اقولك حاجة عاوز اقول الشعب المصري ان الشهداء دولة ربنا بيخترهم كشهداء ولا تحسبنن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم ورزقوهم صدق الله العظيم فطبعا يعني دولة عند ربنا احياء يا جماعة دول مختارين طبعا فانا من هنا بقول للام الشهيد وزوجة الشهيد وكل امرأة قدمت للبلد ابنها او جوزها او اخوها او فرض من علتها شكرا لك ان انتي قدمت بطل لوطنك شكرا لك ان انتي امتي بدور انك تدينا هذا البطل اللي دفع عن الشعب المصري سواء كان داخل الدولة من زباط او افراد للشرطة او على الحدود من الجيش المصري كلنا معاك في الشكر لام الشهيد واخت الشهيد وبنت الشهيد يعني شهيد اللي توفى الزابط اللي توفى عنده ومن اهل دامانهور يعني كمان اهل دامانهور دلت يعني بصراحة انا بس بكلم على اهلنا كلنا بجرد يعني اخر شهيد احنا فجعنا به لكن مصر كل يوم كل يوم بتقدم رجال كل يوم بتقدم رجال وعندها استعداد انها كل لحظة تقدم رجال لكن كل ما يموت راجل فيها بيطلع الف راجل هي دي حقيقة شعب المصري سيماتو بيشتد جنب بعد كده وبيقف وبيصطف جنب بعضه ساعة الازمة احنا ساعة الفرح انت ممكن حتى فيه اقولك احنا ساعة الفرح ما الناس ما بتهتمش لكن ساعة لما يكون فيه ازمة تلاقي الناس كلها بتطلع تجري تتساني بجنب بعضها وتقف جنب بعضها ودي طبيعة الفلاح المصري ان شاء الله حضرتك بقى بما انك بقى في الاحزاب وبتنزلي وبتشوفي كل اللي موجود في المجتمع شايفة دول المرأة ازاي بقى في ازمة كورونا دي اولا المرأة المصرية احنا بننزل ونقابل الناس انا تمام لما بنزل اقولك انا نزلت بنفسي الاسواق نزلت سوق البابة واوسيه وروحت اماكن كتيرة جدا في القاهرة وفي بعض المحافظات الاخرى انا شايفة اقولك المرأة المصرية هي داعم قوي نفسها كم كبير من السيدات في الانتخابات اللي جاية والاستحقاقات الانتخابات اكيد اكيد لانها هي قدرت تدرك انها لازم تمام تخوض المعارك الانتخابية عشان تستاند بيتها وعليتها وبلدها فده من خلال الدولة ايه هو وقت البرنامج خلص واحنا كنا عاوزين نستكمل الحوار مع سيادتك انه حوار ممتع وشايق جدا وساعدنا بحضرتك وساعدنا بحضرتك ومنحي المرأة الحديدية المرأة الحديدية بالنساش دي طبعا ويعني ارجو انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم وان شاء الله في حكاية جديدة وقادمة من برنامجنا حكاية الناس وإلى اللقاء